مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم بحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب نشكر رب لأجل الاحتفال الذي تم يوم الجمعة الماضي بعشرين سنة من خدمة قناة الحياة وأتمنى أنه الاختبارات الكثيرة والبث المباشر الذي كان يوم الجمعة الماضي سبب بركة كبيرة لحياتكم واشكركم لأنكم متابعين وأيضا شركاء في هذه الخدمة منذ أن بدأت بصلواتكم وبتعديدكم ودايما بمشاركاتكم أيضا لهذه الخدمة نستكمل معا النهاردة ما قد بدأناه من عدة أسابيع بسلسلة قدمناها عن كيف وصل إلينا الكتاب المقدس وكيف كتبت الأسفار وكيف نسخت أيضا الأسفار المقدسة كما تحدثنا أيضا عن أهم المخطوطات اليونانية في حلقات عديدة اليوم نستكمل معا بحلقة تحت عنوان هل أفسد النساخ نص الكتاب المقدس هذا هو الاتهام كلمنا من أسبوعين عن الاتهام أن اختلافات المخطوطات كثيرة جدا وتتعدى الربعمائة ألف اختلاف طبعا شفنا أن هذا الإدعاء هو إدعاء غير صحيح وأن الاختلافات الموجودة ما بين المخطوطات سببها الأول هو كثرة المخطوطات فلو عندي مخطوطة واحدة كانش هيبقى عندي أي اختلاف ولو جمعنا المخطوطات زي ما عمل عثمان وحرقنا المخطوطات وكتبنا مخطوطة وحيدة منها يعني نستقي إيماننا وكما فعل عثمان لكان الكتاب المقدس بدون أي اختلافات بين مخطوطاته لكن السبب هو كثرة المخطوطات وأيضا الكثرة سواء في المخطوطات اليونانية أو اللاتينية أو أيضا الترجمات القديمة للكتاب المقدس لكن هاجي إلى هل أفسد النساخ نص الكتاب المقدس هل النساخ هم بينسخوا المخطوطات أفسدوا هذه المخطوطات وهل هذه الأخطاء أو الاختلافات كانت اختلافات مقصودة بهدف تغيير العقيدة وجعل العقيدة المسيحية كما هي اليوم كما يدعي البعض أم لا أبل أن أتكلم عن هذا الموضوع باستفادة زي ما وعدت حضراتكم من وعودت كثيرة بنتابع ما يكتب من تعليقات خاصة على الحلقات اللي فاتت سواء على اليوتيوب أو على الفيسبوك صفحات الفيسبوك وبعض التعليقات تستحق أن نقف قدامها ونقدم رد ونستعرضها قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا أول تعليق من واحد دايما هو متابع للبرنامج اسمه الأسد المرعب وأعتقد أن هذا الشخص زي ما قلت قبل كده يمكن عليه طار فما بيحاولش أنه ينزل باسمه الحقيقي لازم ينزل باسمه متخفي فنحن لا نعلم من هو هذا الأسد المرعب لكن خلينا اللي يهمنا مش الشخص اللي يهمنا المكتوب بيقول إيه أكبر دليل أن الكتاب المقدس نشكرك أن أنت اعترفت أنه كتاب مقدس هو محرف وخاضع للأهواء الشخصية أن توراة اليهود وإنجيل النصارى يضمهم كتاب واحد يعني اللي بيعيب كده أنا مش فاهم بردو يعني اللي يعيب أنه الكتاب المقدس يتضمن العهد الأديم والعهد جديد اللي يعيب في كده علما بأن اليهود يكفروا بعيسى بن مريم كلمة يكفروا دي كلمة إسلامي أكتر هم لا يؤمنون بالمسيح على أنه هو المسيح المنتظر كويس والنصارى يكفروا بما جاء به موسى حضرتك ببساطة جاهل فيما يتعلق بالإيمان المسيحي فنحن لا نكفر ما قد أتى به موسى نحن نقبله كجزء من إعلان الله نحن في أول الكتاب المقدس الكتاب المقدس يتضمن توراة موسى الأصفار الخمسة الأولى اللي هي التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنية نحن نقبل ما جاء في توراة موسى ونحن نقبل موسى كرجل الله فحياة موسى وما سجله لنا في الأصفار الخمسة الأولى هو جزء من تاريخ الخلاص وكل ما كتب كتب من أجل تعليمنا وكل كتاب هو موح به من الله نحن لسنا كالمسلمين حضرتك جاهل بأبسط مبادئ ومعتقد المسيحية لا تعرف عنه شيئا وعندما يقول لنا والنصارى يكفر بما جاء بموسى شفتم مدى الخداع والخبض شر البلية ما يضحك فعلا أولا لا يوجد عيب في أن اليهود لا يقبلون العهد الجديد فهم أحرار من يريد أن يؤمن فليؤمن ومن يريد أن يرفض فليرفض كويس هما ينتظرون المسيح وفي نظرهم المسيح الذي أتى من ألفين سنة ليس هو المسيح اللي هما رسمينه بحسب تفكيرهم هل يعني هذا أن اليهود كلهم رفضوا المسيح طبعا لا تلميذ المسيح كانوا يهود بوليس الرسولي كان يهود الكنيسة الأولى أغلبها كانوا يهود واليوم أيضا هناك يهود ميسيانيين بالآلاف في كل مكان آمنوا بالمسيح المسيح المنتظر وقبلوه وقبلوا خلاصه ده أمر طبيعي كويس فأنا مش عارف حضرتك بتتكلم عن إيه الأول قبل ما تتكلم وتكتب عشان يعني لألا يعني ده تظهر جهلك في كل مرة بتكتب بيها يفضل أني أنت تكون عارف المعلومة قبل ما تكتبها طيب التعليق الثاني ده يبدو من أخ مسيحي كاتب الاختلاف عند المسلمين يعنون تحت مسمى تعدد القراءات يعني اختلاف المخطوطات الكرآنية يطلقوا عليه تعدد القراءات وأخطاء النساخ الاختلافات عند المسيحيين تعنون تحت مسمى التزييف والتحريف وده بيورينا قد إيه أنه هم يعني غير منصفين وغير منطقيين والمنطق غير موجود عندهم في الكلام عن الكتار المعدس النساخ يعني ممنوع عليهم الخطأ ليش ما تعرفش أي نسخ ممكن يخطئ مدام نسخ بشري ممكن يخطئ نحن نؤمن بعصمة الكتاب في مخطوطاته الأصلية ولكن ليس في النسخ وليس حتى في الترجمات فممكن الترجمات تحتوي على ترجمة تكون غير دقيقة ويس الكلمة تكون صعبة مش واضحة معناها فده أمر وارد ويس طيب أجي إلى تعليق أخير من واحد اسمه محمد الأهدل محمد الأهدل ويس بيقول لنا إيه بيقول لنا مسألة التحريف منتهى أمرها يعني منتهى أمرها يعني هو خلاص أجزم بالعشرة بأن الكتاب المؤدس محرف كويس إنما أنت تتكلم عن الكتاب المقدس التوراة والإنجيل بحكم أنك مسيح ده بيواجه كلاملية فمن المؤكد أنك تتكلم عن الإنجيل تنبيه نحن لا ننكر أن عيسى اسمه المسيح نبي الله وأنزل الله عليه كتاباً مثل موسى وأنا نفسي بما أنك أنت بتؤمن بهذا الإيمان أنك توريني الكتاب الذي أنزل على المسيح فينه طلعه لنا هتولنا نسخة منه مش موجود مش موجود غير في فكر المسلم مش موجود غير في فكر المسلم ومش موجود غير ذكر له في القرآن لكن ما هو مضمونه طب حتى قصاصة منه مش موجودة مش موجود عارفين يعني مدام ذكر كده في القرآن يبقى هو كده كل حاجة تبقى غلط كويس فيما عادة حتى لو ذكر بدون أي براهين في القرآن يبقى هو صح أنت بتكلم عن واحد غير حقيقة المسيح لم ينزل عليه إنجيلا كما تدعي المسيح هو الإنجيل لأن كلمة إنجيل هي الخبر الصار والمسيح نفسه حياته وتعليمه وموته الكفاري هو الخبر الصار لكن بقلنا بقلنا 1400 سنة بنقول الكلام ده كويس وللأسف بيدخل من هنا وبيخرج من هنا إلى أن يفتح الله الزهن والقلب ويغيره بعمل نعمته كويس وبعدين يقول إنه أنزل الله عليه كتابا مثل موسى لكن الكلام حول محتوىات هذا الكلام هذا الكتاب يعني في القرآن يخبرنا الله أنه أنزل على موسى وإبراهيم صحف والصحف هذه في عددها لا تصل لحجم القرآن الكريم عدتها سيد عدت صفحتها أصله عندك نسخة منها عندك نسخة منها بيس يعني ما أنزله الله على موسى هو عدة أوراق طب فينها فين عدة الأوراق اللي نزلت على موسى أنت ما عندكش ما عندكش غير اللي موجود في الكتاب المؤدس ما عندكش يعني يعني كاتب القرآن يسرق ما هو موجود في الكتاب المؤدس ويحرفه ويحرفه ثم يدعي التحريف على الكتاب المؤدس كل القصص اللي واخدها واخدها من الكتاب المؤدس وياريت وخدها صح ياريت اللي يغش يغش صح لا ده غش غلط وكتب غلط طيب في الإنجيل المشكلة بل مجموعة المشاكل فمثلا أنت تقول أن يسوع هو ابن الله فهل الله يوحي لابنه شريعة يعني هل يفرض عليه شريعة كيف وهو ابن الله في أشياء حاجات أو أقات ممكن الواحد يرد عليه وهو أشياء مش عايزة ضايع وقت فيها لأن من يريد أن يتعلم هيتعلم ومن يريد أن يبحث عن الحق هيجد الحق ومن يريد أن يبحث عن المعلومة المنطقية الحقيقية الحقيقة سوف يجدها لكن هؤلاء يرددون كالبغبغنات كالبغبغنات لا يعلم ما يقوله لكن هو بس بيكرر اللي بيسمعه ودي غالبيت للإخوة للأسف المسلمين طيب نرجع إلى موضوعنا هل حرف النساخ الكتار المعدس هل في نسخهم حرفوا كلمنا المرة فاتت عن لازم نقول إن فيه اختلافات بين المخطوطات دي حقيقة حقيقة لا أستطيع أنا أن أنكرها ولا أستطيع أي باحث أن ينكرها فعلا لو خدنا مخطوطة الصينائية والمخطوطة الفاتيكانية والمخطوطة بي ستة وستين أو خمسة وستين خمسة واربعين ستة واربعين المخطوطات وجمعنا الخمس تلاف وسبعمائة مخطوطة يونانية مع العشر تلاف مخطوطة لاتينية مع الترجمات الأخرى هنلاقي فيه اختلافات بين المخطوطات طب إيه سر الاختلافات هل الاختلافات دي لأنه إنه الساخ دول كانوا أشرار كانوا أشرار وحاولوا يغيروا العقيدة المسيحية وهما بينسخوا الكتاب وما هو سر وجود هذه الاختلافات بين المخطوطات أول حاجة زي ما قلت سر الاختلافات بسبب الكم الهائل من المخطوطات جربها جربها بنفسك إنه أنت وصحبك وأهل بيتك كل واحد ينسخ ولو حتى رسالة أفاسوس أو رسالة فليببي وقارن النسخ بتاعك مع النسخ بتاعك تلاقي فيه أكيد اختلافات فيه حروف اتكتبت غلط وفيه حروف ممكن لما تقرأ تقرأ غلط وفيه كلمات ممكن أنت عينها تكونت لخبطت كتبت كلمة قبل كلمة وهو وقت كتيرة بسبب إنه بمكن بنحتفظ أو بنحفظ النص إنه وقت كتيرة بشوف الآية فبكتبها من بالطريقة لأنا أحفظها عن أن أنا أكتبها بالزبط كما موجودة في المخطوطة الأدام بتحصل بسبب الكم الهائل من المخطوطات وزي ما قلت لو عندنا نسخة واحدة والباقي كنا حرقناه ما كانش هيبقى عندنا اختلافات لكن نحن أفضل نحن أفضل أنا مش عارف ليه الإخوة المسلمين ما بيعملوش مظاهرات واعتراضات وتكثير لعثمان الذي أحرك النسخ القرآنية ليه بس لما بيكون واحد عايز يترك الإسلام وبيحرق نسخة مساعة من القرآن تقوم الدنيا ها بكل أنحاء العالم لأنه المفروض أول واحد تدينه يكون عثمان حاجة تانية الاختلافات واردة لأنها ناتج نسخ يدوي مش تباعة مش تباعة نسخ يدوي والنسخ اليدوي متعب ومرهق ووارد فيه الخطأ بسبب تعرض النساخ الخطير للإضطهاد واعتقادهم والاعتقال كان البعض منهم ينسخ أوقات كثيرة على العجل ما عندوش بقى أنه سانا يقعد ينسخ فيها المخطوطة لكن هو عايز ياخد نسخة من أفاسوس يوديها إلى كورونسوس وعلى عجل لأنه خايف على المخطوطة الموجودة في أفاسوس والإضطهاد اللي في أفاسوس أنه يضيع هذه المخطوطة ليس معناه أنه هما كانوا غير مبالين لا لا ده بيقدسوا الكلمة وبيضحوا بحياتهم من أجل المكتوب كمان أوقات مواد الكتابة كانت مشكلة كانت مشكلة كبيرة وكانت أوقات كتيرة بتسبب أيضا خطأ في نقل المخطوطة طريقة الكتابة زي ما قلت الحروف المتصلة والكلمات المتشابكة لا توجد فواصل بين الكلمات يعني هنا عندي لما أقول مثلا كلمة بسبب دي الوحدها طريقة دي كلمة الوحدها الكتابة أي واحد متعلم ألف به الكتابة هيقدر يقرأ ويقدر يعرف أنه دول ثلاث كلمات لكن الأول كانت الفواصل مش موجودة نهائي نسخ المخطوطات كان من الأعمال المرهقة جدا 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 وزي ما قلت المرة الفاتحة أنه يعني حتى الكلام ده قاله بروس موتسجر اللي هو يعتبر يعني أبو علم نقد النص للعهد الجديد قال إيه قال لنا عن ناسخ أرميني وهو بينسخ الإنجيل قال أن الحبر تجمد وصابعه تسلبت بسبب العواصف الثلجية كانش فيه الوسائل الراحة نكتعد في قوضة مكيفة معزولة كانش فيه واحد كاتب آخر ناسخ آخر قال إن الكتابة أحنى الظهري وأطبقت دلوعي على بطني وأدت إلى ضعف عام بالجسد لأنه طول الوقت هو قاعد موطي كده وبينسخ كلمة كلمة خيالين أنت ممكن تقعد تكتب مخطوطة مثلا تكون من 40-50 ألف كلمة بهذا الشكل تخيل الوقت المجهود والتعب والساعات اللي بتقضيها طب أجي إلى طبيعة الاختلافات لا أوكي إحنا بنعترف وجود اختلافات والاختلافات زي ما قلنا هي نتيجة عوامل كثيرة كويس كلمنا عنها طب هي بقى طبيعة الاختلافات دي اختلافات في مجملها في مجملها نتيجة الاسبالينج اختلافات في الاستهجاء في كتابة الكلمة هل هذه الاختلافات اختلافات تغير من النص مش ممكن اختلافات زي كده مش ممكن أبدا تغير من النص ولا تؤثر على النص وبسهولة جدا ان الواحد يقدر يطلعها ويقدر يعرفها اختلافات سطحية وبسيطة كلمات مختلفة لكن ليس لها تأثير على المعنى ممكن نتيجة تغيير حروف تتغير الكلمة نفسها ويتغير معنى الكلمة وانا هو أرد لحضراتكم أمثلة على هذا اختلافات تؤثر على المعنى لكنها لا تؤثر على الإيمان المسيحي ممكن معنى الآية أو معنى العبارة يختلف لأنك حطيت في كلمة مختلفة لكن هل هذه الآية تؤثر على الإيمان المسيحي والعقيدة المسيحية لا يمكن أبدا طيب البعض الآخر بيقول لو درسنا الاختلافات ما بين المخطوطات هنجد انه في نوعين من الاختلافات أو خلينا نقول زي ما بيقول البعض أنها أخطاء كويس فئتان من الاختلافات غير مقصودة وهو مش قصيدة هي موجودة بس غير قصيدة يعني أنا لما أجي أكتب وانسخ رسالة أفاسوس ويحصل نوع من الأخطاء في النسخ هذه الأخطاء في النسخ غير مقصودة دي حصلت يا إما نتيجة إرهاق يا إما نتيجة كتبتي لحرف بطريقة مصصحيحة يا إما تشابه الحروف يا إما تشابه النط ما بين الكلمات كل ده ممكن يحصل دي أخطاء غير مقصودة في أخطاء مقصودة أو الآ حتى هذه الأخطاء المقصودة اللي ممكن الكاتب يعني يضيف من عنده ويس كلمة يفسر بيها كلمة أو عبارة ونكلم عن هذه الأخطاء لأنه لا يوجد عندنا شيء نخبهي ويس ومش هنحرق المخطوطات مخطوطات بتاعتنا مش هنحرقها طيب أجي إلى اختلافات غير مقصودة نسبة الاختلافات في المخطوطات نسبة الاختلافات الغير مقصودة تمثل ما بين 96 إلى 99 في المية من مجمل الاختلافات من مجمل الاختلافات الاختلافات اللي موجودة ما بين المخطوطات اختلافات اختلافات في الاستهجاء وكتابة الكلمة زي ما قلت انه النسبة تتراوح بين 96 البعض بحطها 98 99 يعني نسبة كبيرة جدا من الاختلافات هي اختلافات استهجاء او اختلافات في كتابة الكلمة هذه الكلمة تكتب هكذا لكن ممكن احد يكتبها بطريقة اخرى وده وارد في العربي وارد في الانجليزي وارد في اي لغة من لغة العالم ده امر وارد انت اوقات كتيرة لما بتيجي تكتب كويس لما بتيجي تكتب حتى لما بتستخدم وورد مثلا مايكروسوفت وورد اوقات كتيرة لما بتيجي كلمة سيفير مثلا ممكن الكمبيوتر اكتبها بطريقة وانت تكتبها بطريقة هل فيها او ولا فيها اونلي او يعني ده اختلاف وارد بس اتكلم عن هذا الاختلاف اخد مداخلة الاخ جيرجس من مساء الخير الاخ مساء النور اهلا بحضرتك انا بحيي حضرتك انك بتكلم في المواضيع دي لكن احب اقول لك انه اغلب البلاد اللي فيها كان السنترز المسيحي احتلها الاسلام ايوه احتل القسطنطنية احتل اسكندرية احتل اوروشاليم كله ده وانطاقية فعملوا ما يبدالهم يعني انت بتكلم عن مخصوطات ناجي حمادي ومخصوطات اشنا انا اشتغلت في البلاد دي يعني اشتغلت بلد اسمها الواقف الواقف دي من ناحية التانية الشرقية اه للغربية الفاو فاو في الشرق اللي هي كان فيها ادورة الانباب خميط ايوه ايوه فخدوا الادورة دي وبهدلوها وبهدل يعني فيه حتة بلد اسمها حمرى دوم اه التار ما خلشش منها لغاية النهاردة منطق خدر محدش يردل روح اشتغل فيها اه حركالي اه اسقف انه كان عنده اه قسيس ابو منع قال له انا روح تاخد صورة يعني الحاجات الخرايب فطلعت له صورة قديس مدفون في يعني الكاميرا بتطلع العليش نما ذات قلعت له المدفون تحت يعني انا اعرف ابن صبحي اللي هو قلت عليه انت دا كان ايو 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 كان صغير اه كان دكتور اشتغل دكتور وبعد كده اه اترسم كاهن في ديشنة ام وتنيح سنة 2011 ايو انا اشتغلت في اه بقوله مسموها ليه الوقف اشتغلت في اوائل اه في اواخر السبعنات انا عجوز يعني اشتغلت في 77 78 قالوا دي كانت وقف على دير فاو دير فاو دير انبابا خمس ايو ادورة الانبابا خمس كان نشاطه في الحتة دي ايو ما فيج الحاجات دي كلها انتهت ايو الخسطنطنية ما اه اردوغان خد خد كنيسة اجيسوا فيها المرة التانية المرة التانية وهم من يسترجوها وغير الحرجو وغير 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 ايو اما يقولونا ده ما لهوش نسخة اصلية هو انتو عندكم نسخة اصلية من البخاري ايو ولا القرآن حتى ولا الواحد اه واحد جالها شيخ مسلم ما سمحت ما عندناش مخطوطة اصلية من البخاري ايو ده حقيقي يعني انتو متكلموا عليه لا وزي ما حضرتك بتسمع حاجات يعني انا سمحت موقز السقارة النهاردة بيقول العذرة بيقولوا عليه عروس المسيح يعني عروس المسيح الجواثة احنا عام بنقول العذرة عروس المسيح بس من ما بنقولش الله الاب الجواثة وخلف منها المسيح ايو ايو ده كلام يعني اي نفس خطبتكم قدم عذراء عفيفة للمسيح يسوع ايو كل نفس هي عروس للمسيح ايو لما يتكلم حاجات حتى الهراتقة ما قالوهاش ايو حتى يعني اقولك ايه اكمل بس وفضحهم اه الله يخليك اخويا جرجس شكرا لك شكرا على مدخلتك وشكرا على تاريخ اللي انت اضفته اخد مدخلة اخرى هلو هلو طيب ممكن خط وقع اه موجود طيب لما لما تتكلم عن الاختلافات زي ما قال يعني مخطوطات ديشنا دي معروفة ودير الان بخوميوس واردكو الكتاب اللي كتبه الدكتور القص عمسيح استفانوس عن يعني كنوس في جرار ومخطوطات الدير الان بخوميوس انه في ديشنا نفسها ديشنا نفسها لما لما الشعب المسيحي حاول انه يعترض على الظلم اللي واقع عليه ايام صلاح الدين الايوبي واعترض على هذا الظلم اخو صلاح الدين الايوبي خويس امر بقتل تلات تلاف مسيحي في ديشنا في المنطقة وحرق الدير وحرق الكنيس تخيلوا هذه الاديورة كان فيها المخطوطات كان فيها الكتب المسيحية كل مكان دخلوا الاسلام دمر ما فيه من كنيس ومن مخطوطات واحدة من اسباب ضياع المخطوطات الاصلية هو الغزو الاسلامي طيب اجي الى الو الو سلام المسيح مع سلام المسيح اهلا بحضرتك دكتور اشرف ايوه انشاء الله بخير اهلا وسهلا بيك عابب ادخل بالحلقة بالحلقة بس بدي اشرح شوي معنا التحريف ايوه حاضر دكتور لما واحد بيجي ينقل من مخطوطة ايوه اذا في عن نية التحريف بيروح بيحرق الشغلات المخطوطات الاصلية اللي نقل منها مثل ما عمل اسمان الضبط صح بينما لما ما في عنده نية التحريف بيترك هالمخطوطات هو بيكون اكيد سهوا او عن حدم قصد من السبب من الاسباب الكتير اللي انت ذكرت ممكن يصير في خطأ مثلا انا شايف بالنص بالآية تيموس الاسباب والأجماع عظيم هو سر الله ظهر في الجسد انا مرة عملت بحث عن عملت بحث عن العيش وشفت واحد دكتور مسلم بيقول اكبر تحريف لتغيير له المسيح وهيك شي يعني انا بصراحة اجيت قريت النص وشفت يعني هي يا الله يا الذي وان لما قارنت شفت انه الذي عندي اوضح لانه ربط بقبل وابعت حسيت انه اللي كان كتب كان الذي وهالشي هات ما يعني هي شي هو مجرد خطأ ممكن اكون صح ممكن اكون لا لا صح وانا عندي هذا وابالجمع عظيم هو السر التقوى الذي ظهر في الجسد وين المشكلة يعني انا عندي كمان صورة للنص الليونان يتوضح لنا الجزء دوان ايه دكتور لو في لنفرض انه الصح هي الذي مو الله انا شفت الكلمتين باليونان كانوا غريبين ممكن الناسخ ينسخ من المخطوطة ممكن سهوة طبعا طبعا ما كانت واضحة اشكرك اخويا شكرا شكرا ليك انا ابدا انه هذا تحريف لو تحريف يحمل مثل عمل عثمان ويحرق المخطوطات اللي قبل ليلغي الاصل ومتل ما عمل عثمان لما عبدالله ابن مسعود طلبوا منه احراق نصف القرآن اللي كانت معه برافق دا حتى ابن مسعود تصور ضربه لا حر ايه 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 يقول لك اصل لا اصل يقول لك اصل هو اصل الناس كانت حبزار ايه اشكرك اخويا شكرا لك شكرا على على مدخلتك ربي باركك نكمل مع بعض من اكثر الامور شيوعا مثلا هو ان الله يعني اللغة الليونانية دايما تستخدم اداة التعريف قبل الاسم مثلا احنا نقول ميري يحن بوتروس هما يقولوا ممكن اللغة الليونانية تحط ذا ميري ذا جون ذا بيتر كده يعني واوقات لا تستخدم اداة التعريف حاج امر اخر مرتبط باللغة اليونانية وهو ان اللغة اليونانية ترتب الكلمات بطريقة مختلفة للتأكيد وليس فقط لتواصل المعنى فعبارة مثلا احب يسوع يحن ممكن تكتب باللغة اليونانية باكتر من 16 طريقة لما اقول ان يسوع احب يحن ممكن تكتب باكتر من 16 طريقة في اللغة اليونانية فممكن واحد في المخطوطة يكتبها كده واحد في المخطوطة اخرى يكتبها بطريقة اخرى ليس هذا معناه التحريف امثل على الاخطاء خليني مثلا اخد امثلة على الاخطاء ويس الغير مقصودة الحروف المتشابحة كم مرة احنا واحنا بنقرأ ويس وقتانينا على حرف الت وتشابه مع حرف الت الاختلاف تلات نقطة ولا نقطتين السين ولا الشين ويس العين ولا الغين الحه ولا الخه دي كلها حروف نطلق عليها حروف متشابهة الاختلافات بسيطة جدا بسيطة جدا الحروف المتشابهة في اللغة اليونانية مثلا الحرف الاميكرون اللي هو دايرة او الحرف ثيتا اللي هو دايرة وجوا شرطة يعني الحرف ده والحرف ده اوميكرون او ثيتا ممكن الناسخ ممكن الناسخ يكتب ثيتا يقصد ثيتا لكنه ينسى يحط الشرطة اللي في النص وارد كويس والمثل على ذلك زي ما قال اخونا تيموثاوس الاولى تلاتة ستاشر عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسل وكلمة الله اختصارا لثيوس اللي هي ثيتان سيجما الحرفين دول وبيتحط فوقيهم بيتحط فوقيهم دايما الاختصار يتحط فوقيه شرطة فاشي يقولك ده اختصار طيب لو جيت انا ل الراية تانية عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد شايفين ال 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 الاختلاف ما بينهم ايه الاختلاف ما بينهم حاجة بسيطة جدا وهي الشرطة اللي موجودة في جوه حرف تيتا فممكن مخطوطة تكتب ده وممكن مخطوطة تكتب ده وممكن الناسخ يخطأ ويس لو هي موجودة بالكامل كان ممكن يقراها ويعملها طلعها الله لكن لانها موجودة اختصارا فهي قربها في الشكل من كلمة الذي الذي وسواء ريناها الذي ظهر في الجسد فهو نفس المعنى او الله ظهر في الجسد نحن لا نستقي عقيدة التجسد الالهي من نص واحد ولا توجد عقيدة مسيحية واحدة تبنى على نص واحد شيل النص ده من كتاب المعدس شيلوا هل دون هيلغي التجسد الالهي لا يمكن لا يمكن ده يبقى الاخوة المسلمين يعني حالمين لو اعتقدوا بهذا الشكل عقيدة المسيحية تبنى على اعلان الله الكامل في الكتاب المؤدس العقيدة المسيحية تبنى على نصوص كثيرة جدا 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 ولا يمكن اذا اردتها الذي ظهر في الجسد هناك الكلمة الذي ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا واذا اردتها الله ظهر في الجسد ونفس الحقيقة الكلمة في المفهوم المسيحي وبحسب الكتاب المؤدس وبحسب العهد الاديم والعهد الجديد هي كلمة الله الازل الموجود ازلا الذي به كل شيء كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فلا يوجد تغيير انما اجل للجدول الجدول ده شوية يمكن يساعدنا في فهمنا لنسميها نومنا سكارة او الاسماء المقدسة الاسماء المقدسة في كتابات اليونانية لما بيجي الكاتب او الناسخ انه ينسخ المخطوطة بيجي عند اسم الاسماء المقدسة وبيحط لي اختصار قد يكون هذا نابع من العهد القديم انك يعني لا تكرر اسم الرب او ان انت لا تستخدم اسم الرب باطلا فتقدسهم ليهوى ورؤيتهم للاسم الالهي شيء عظيم جدا فدفعهم انه يجعلوا هناك اختصار وهذا الاختصار موجود فقط في المخطوطات اليونانية يعني في المخطوطات العبرية اسم يهوى موجود يهوى تشكيل اللي عليها وتشكيل ادوناي فاقرأ ادوناي كويس فده ده ده لكن في المخطوطات اليونانية النومناس كارا دي معروفة جدا لاي قارئ للمخطوطات واي دارس في المخطوطات لازم يعرف هذه المبادئ وهو بيقرأ المخطوطة اليونانية طيب اخد مدخلة من الاخر ياد من فرنسا وارجع اكمل مع حضراتكم اهلو السلام المسيح السلام المسيح اهلا بحضرتك انا مدخلتي في سواني اتفضل احنا عندنا الجهبز صاحب الدكتوراه رئيس المنظرين الدكتور العلامة الشيخ مخطوط الفقات ثم مرة بيقول اين انجيل المسيح اين انجيل المسيح المصير والصورة باي بيكمل انجيل المسيح الذي ما زلنا نبحث عنه شوف مدى الهيافة يعني ما هذا الاصدراء بالاله اللي يبعث نبي وبعد الفين تلاتة وعشرين سنة نفس سنة ما جاتش ايو ايو اوضعت 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 ايو ايو كان بقى او تحرفت او تشارت او تهبت الذي ما زلنا نبحث عنه نبحث ويحطت بحرف النوع يعني احنا بنظهر عليه فيه مأساة اكثر من كده فيه زراء بالذات اللي هي اكثر من كده وعلى لا لا حبيبي بالعكس ده مبسوط اسمع صوتك يعني ربنا يباركك سؤال مهم جدا لانه اوكي انا انا نهارده علشان اقول انه الكتاب ده محرف يبقى اكيد عندي كتاب اخر ها انا هو المقياس انا عندي كتاب اخر هو المقياس فانت لما تيجي تقول الكتاب مؤدس محرف او الانجيل اللي معانا محرف لانه انجيل انجيل المسيح اه يبقى لازم يكون معاك انجيل المسيح فين انجيل المسيح ورهونا سواء يعني انت ما عندكش اساسا انت ده كل الجعاء كاذب والفكرة اساسا غلط الفكرة اساسها غلط بالزبط يعني الفكرة من اساسها غلط احنا بنظهر عليه بنظهر على حاجة ربنا هو ربنا هم نكلم نفسي الاله على فكرة هو اللي بإله الأديان كلها هو بعت رسالة مع مين بقى احنا نتكلم عن مين مع المسيح وما أدرك ما هو المسيح اللي القرآن وصفه أكثر من اللي بإنجيل وصفه به احتمال إنجيل المسيح كان موجود في اليهودية والدب أو في الجزيرة العربية والدب بكلته ممكن صح انت جبتها كده صح معنى صح شكرا ليك شكرا ليك شكرا الاختيارات أو الأسماء الاختصارات مهمة جدا أنا معليش ممكن أرجع لي مع حضراتكم للسلايت رقم واحد يعني لإنه السلايت رقم واحد اللي هو عليه عنوان معليش هرجع شوية إليه لإنه عليه عليه جزء مهم آه ممكن بس المخرج يطال أيوة كده ده نص من رسالة بولوس الرسول وأنا يمكن يمكن مش واضح قوي بس أنا هوضحه لحضراتكم بيقول بولوس أبوسل أو جيسوس كرايس أو يسوع رسول يسوع المسيح كويس شايفين شايفين الكلمة دي اللي عليها خط شايفينها شايفين الخط اللي فوق اللي فوق كلمة أفسد دي بالعربي آه في كلمة حرفين وجنبها كلمة أيضا أخرى آه عليها شرطة من خط من فوق كلمتين دول هما يسوع المسيح كويس إيسوس كريستوس وعلشان هو ما يكتبهاش بالكامل بيكتبها باختصار اللي عايزة أقوله أنه الأسماء المقدسة أسماء المقدسة في العهد الجديد كتبت باختصارات كويس يعني مثلا كلمة كوريوس كويس رب هتلاقيها كده تيوس جاد كويس إيسوس يسوع كريستوس المسيح فاذر كلم عن الله الأب كويس كلم عن الإبن سن كلم عن بنيوما الروح الكدس كويس هيفن الإنسان إسرائيل داود أرشاليم ماذر الصليب المخلص دي كلها أسماء رأى نساخ العهد الجديد أنها أسماء مقدسة ينبغي أن يتعامل معها بطريقة مختلفة عن طريق الإختصارات وايس وأي واحد بيقرأ أي مخطوطة يونانية لازم واحدة من حاجات اللي بيتعلمها كيف يقرأ هذه الإختصارات نيجي إلى مثال آخر تسالونيكي الأولى 2-7 وده اختلاف ما بين المخطوطات لما يقول الرسول بوليس لأهل تسالونيكي في رسالته الأولى أصحاح 2 وعدد 7 يقولهم بل كنا مترفقين في وسطكم دي إحدى المخطوطات بتقراها كده مخطوطات أخرى بنجد فيها بل كنا كأولاد صغار في وسطكم طيب أنهي إراية صح هل كنا مترفقين في وسطكم أم كنا أولاد صغار في وسطكم ييجي واحد بقى مسلم عاصل شايف بقى آدي خطيط وشر الناسخ كويس عايز يظهر الرسول بوليس على أنه مترفق فغير في المخطوطة أنت تسمع كلام عجب كويس الاختلافات هي بين كلمة مترفقين أو كلمة أولاد صغار هذا الاختلاف يعود إلى اختلاف حرف واحد في اللغة اليونانية حرف واحد بيجعل الكلمة تحمل معنى مختلف أهي ني بوي ولا إي بوي إضافة إضافة حرف واحد اللي هو حرف النون يجعل الكلمة مختلفة يجعل الكلمة مختلفة وده اختلاف ناسخ ممكن يكون بالغلط ممكن تكون عينه وقعت على حرف النون ساموير وهو بينسخ وكتبها ده وارد ده مش قصده وهذا الاختلاف لا يغير لا في العقيدة ولا يغير حتى في معرفتنا لرسول بوليس ما يغير ش حاجة لكن خطأ وارد واختلاف وارد يبدو أن الناسخ سهوا لم يكتب الحرف الأول حرف نيو وبهذا تغير المعنى من مترافقين إلى أولاد يبدو ممكن يكون نيس يكتب الحرف الأول عادي أنا مش بقلل من الاختلافات أنا بقول هذه الاختلافات موجودة لكن هذه الاختلافات غير مقصودة وأي واحد أي واحد أكاديمي صادق موضوعي متفاعي بقى عارف الاختلافات دي وزي ما قال بارت إرمن في الاقتباس الشهير اللي أنا مرة واثنين وثلاثة أريته لحضراتكم في كتابه سوء اقتباس يسوع أو ميسكوتينج جيسوس وغالبا في صفحة 260 لما قال أن هذه الاختلافات الموجودة ما بين المخطوطات تعتبر اختلافات غير مهمة لا تغير من المعنى ده بارت إرمن اللي هو يعتبر يعني الأب الروحي لمنقذ السقار والشي اللي بتاعته في نقضهم للكتاب معدس أجي إلى اختلاف آخر الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر وفي مخطوطات أخرى الله لم يره أحد قط الله الوحيد الذي هو في حدن الآب هو خبر والاختلاف ما بين كلمة سيوس أو هيوس وده اختلاف في النسخ اختلاف في النسخ مع إنه يعني اختلاف يعني مهم لكن هذا الاختلاف اختلاف في النسخ ولا يغير في المعنى شيء الله ظهر في الجسد الكلمة صار جسدا الابن الوحيد ولأننا نؤمن أن الابن الوحيد هو من جوهر الآب فلا يغير من المعنى سواء أريتها الابن الوحيد أو أريتها الله الوحيد لا يغير من المعنى وليس لهوت المسيح مبني على هذه الآية ده حتى لهوت المسيح لما يقول لك لهوت المسيح مبني على إنجيل يوحن أما إنجيل مرؤس وإنجيل لؤ فلا تحدثان عن لهوت المسيح دول كذبين ده إنجيل مرؤس بيبدأ بافتتاحية بتؤكد فيها أن يسوع المسيح هو نفس يهوى لما يقول أن لكي يتم ما قيل بالنبي صوت صارخ في البرية أعدوا طريق رب يعني يحن جاء علشان يحقق الآية دي يحن جاء لكي ما يعد طريق رب طب يحن جاء يعد طريق مين يعد طريق المسيح طب هل المسيح هو الرب هو يهوى ده اللي بيقول إنجيل مرؤس إنجيل مرؤس بيأكد لهوت المسيح من أول عبارة فيه من أول نيجي إلى اختلاف آخر اختلافات بنسميها كتابة كلمة لها نفس النط هومو فوني كلمة لها نفس النط لنا سلام لما يقول مثلا إس قد تبررنا بالإيمان لنا سلام بسيغة التأكيد لنا سلام ممكن في بعض المخطوطات بنقراها إس قد تبررنا بالإيمان فليكن لنا سلام بسيغة الاحتمال لا 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 الكلمتين الكلمتين هنا بنجدهم كويس اكسيومين اكسوامين الاختلاف الوحيد هو النط واحد لما تيجي تنطأ الكلمتين دول بتنطأهم بنفس النط كلمة لها نفس النط لكن ممكن تغير المود بتاع الكلمة من أنه تحولها من التأكيد إلى الحث ليكن لنا سلام لكن هل ده ما بصوات حروف متشبهة يعني يعني حرف الامكرون مع حرف الامجا الاتنين متشابهين الاتنين متشابهين الاتنين بيقادوا نفس الغرض فممكن الكاتب بدل ما يكتب الاميكرون يكتب الامجا وبدل ما يكتب الامجا يكتب الاميكرون وده اللي بيغير في المود بتاع الكلمة إنه هل هي مودها تأكيد لنا سلام أم الموت بتاعها الحث ليكن لنا سلام بس هذا حتى لو هذا الخطأ وارد وموجود لم يغير من المعنى شيء أوكي تكرار الحروف أو تكرار مقطع ممكن التكرار ممكن الكاتب يخطئ ويكرر عبارة أو يكرر كلمة مرتين أوقات بينسى أوقات ممكن يعني يقول أنا كتبتها ولا كتبتها يعني مثلا مثلا في إنجيل مرقص أصحاح 3 وعدد 16 بعد المخطوطات تكرر المقطع اختار 12 للرب يسوع واختار 12 كما هو الحال في المخطوطة السينائية والفاتيكانية بينما لا يوجد في المخطوطة الإسكندرية هل ده غير من المعنى ما غيرش ده خطأ وارد خطأ وارد هجي إلى اختلاف آخر إعادة ترتيب الكلمات حيث يعكس الناسخ ترتيب كلمتين بغير أصد هل رسول المسيح يسوع أم رسول يسوع المسيح ومن غير أصد الاثنين بيهدوا نفس المعنى بس هو بدل ما يقول يسوع المسيح ممكن يقول المسيح يسوع يعني المخطوطة الأولانية في المساء الأولاني في كرونسوس الأولى لما يقول رسول بوليس رسول المسيح يسوع وفي مخطوطة أيضا ستة واربعين والفاتيكانية يقول رسول المسيح يسوع أما في المخطوطة السينائية والمخطوطة الأسكندرية فيقول رسول يسوع المسيح هل الناسخ هنا أفسد النص وحرف النص اليوناني لا ده خطأ وارد أجي إلى ترتيب عكسي للحروف ممكن الكاتب يرتب الحروف ترتيب عكسي دمج كلمتين عن طريق الخطأ يعني كلمتين ممكن أقراهم أنا ككلمة واحدة وزي ما قلت إن المخطوطات القديمة اليونانية كتبت بحروف متصلة وبكلمات متصلة مفهاش فوارد فمثلا ألاس أويوس وتعني إلا الذين كما في المخطوطة السينائية ولا ممكن ألاس أويوس لو هما كلمة واحدة وتعني للآخرين كما في السينائية والبيزية ده خطأ وارد إنه ممكن أشوف إنه فيه فاصل وممكن أشوف إنه مفيش فاصل التقسيم الخاطئ يقدم الناس بتقسيم كلمة وحيدة إلى جزئين وزي ما قلت لحضراتكم ايدو ما ايدو مين بمعنى فإننا نعلم كما في الفاتيكانية ولا مين ايدو بمعنى إنها أيضا حطها ككلمتين مش كلمة واحدة فيه بقى كمان البدايات والنهايات المتشبهة ويسمى أيضا بعيوب البصر إنه إنه ممكن نهاية الجملة نهاية نهاية السطر تكون كلمة متشبهة مع نهاية السطر اللي تحتها أو اللي فوقها فممكن الناسخ يعني يغلط في خط في سطر واحد أو يترك سطر واحد نتيجة هذا كل من ينكر الابن ليس له الآب أيضا ومن يعترب بالابن فله الآب أيضا في المخطوطة الصينية والفاتيكانية والأفرامية وردت كاملة لكن في بعض المخطوطات المتأخرة سقط الجزء وأيضا من من يعترب بالابن بسبب النهاية المتشبهة دي نهاية المتشبهة نهاية المتشبهة مش أصدوني غير فيها بالعكس ده سقطت نتيجة إنها متشبه خطأ بصري أجي إلى التغييرات المقصودة بسرعة التغييرات المقصودة دي لا تمثل أي تأثير على الكتال المعدس يعني مثلا لم يقول بالتغيير المقصود كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهي كملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك بصوت صوت سارخ في البرية أعده طريق الرب بعض المخطوطات كما في إشعياء النبي المخطوطة الصينية والفاتيكانية مخطوطات أخرى قالت كما هو مسكور في الأنبياء ليه لأنه الناس اخرأ أنه هذا الاقتباس من أكتر من النبي فقال لك كما قيل في الأنبياء هل هذا خطأ يؤثر على نص أو لأنه تغيير مقصود هو حبي صحة حاجة أو يوضح حاجة وإحنا بنعرفها لكنه لا يغير أبدا على المعنى أعزاء المشاهدين كلمة الله ثابتة إلى أن يزول السماء والأرض تزول السموات والأرض لكن لا يزول حرف واحد أو كلمة واحدة الرب بارككم تزول السموات والأرض